أنتم تشاهدون الآرامية أعزائي المشاهدين مساء الخير أرحب فيكم وبحييكم من كل قلبي إلى جميع مشاهدي وأحباء برنامج أنت تسأل والكتاب يجيب مرة تانية أعزائي المشاهدين أنا أرحب فيكم وسعيد جداً بأن ألتقي معكم مع جميع أحباء قلبي أحباء قلب المسيح من خلال هذه الشاشة من خلال برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب وأيضاً سعيد جداً أحبائي بلقاء دائماً أشخاص جدد أتعرف عليهم من خلال زيارتي لأماكن كثيرة ومدن كثيرة وبالأخص من رحلتي التي مضت قبل أيام قليلة لمدينة كليبلند الأمريكية في ولاية أوهايو حيث الرب شرفني أن أتعرف بأشخاص كثر وأناس كثيرين يشاهدون البرنامج لست أذكر الكثير من الأسماء لكن أرحب بكم أحييكم أذكر بالأخص الأخ سعد الذي يتصل بنا دائماً وهو صديق عزيز للبرنامج كما أيضاً أتوجه إلى كل أحباءنا في الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من جزر البهامس مروراً بفلوريدا صعوداً إلى فيرجينيا وواشنطن بي سي ميرليند نيويورك نيوجيرزي وانتهاءاً بباستون أتوجه إلى كل أحباء قلبي أحباء قلوبنا الذين مروا في ظروف صعبة قاسية في الأيام الأخيرة التي فاتت حيث أن ساندي هذا التورنيل هذا الإعصار الهوريكين الذي مر في بلادكم وخلف وراءه الموت والدمار والهلاك نحن أولاً نشكر الله لأجل سلامتكم ولأجل حفظه لكم خلال هذه العاصفة الهوجاء ساندي نشكر الله أنكم ما تزالون أحبائي على قيد الحياة وهذا كله بفضل عناية الرب ومحبته أما بالنسبة للبيوت والممتلكات والسيارات والخسائر المادية فأني أؤكد لكم أن الله بسلطانه ونعمته سوف يعودكم صلاة أحبائي جميع الذين أصيبوا بهذه الخسائر الذين فقدوا أحباء لهم نحن نتقدم إلى الله ونسأل الله لأجلكم أن يعزيكم في هذه الظروف الصعبة وأن يملأ الفراغ نحن نصلي أن نقترب جميعاً إلى الله أننا نرجع جميعاً إلى المسيح لكي نحب الله ونخدم المسيح بصورة أفضل ونعيش له حتى مجيئه القريب أؤكد لكم أحبائي أنكم كنتم في صلواتنا على صعيد لحظي يعني كل ساعة ونحن نتتبع أخبار العاصفة الهوجاء ساندي يومياً وسنبقى أمام الرب طالبين لأجلكم أن يشجعكم الرب في وسط هذه الظروف الصعبة أحبائي أريد أن أنوه أحبائي مشاهدي برنامج أنت تسأل والكتاب يجيب أريد في هذه الليلة أن أنصب حجر المعونة مع صموئيل قديماً وأقول إلى هنا أعاننا الرب فاليوم أحبائي يعني صرنا على الهوى بالضبط سنة كاملة في برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب والفضل كل الفضل يعود لله وحده والمعونة كل المعونة للناها من الرب يسوع المسيح حصلت على معونة مثل هذه إلى هذا اليوم شكراً لله من كل القلب لأجل أنه سمح لنا بهذا البرنامج فتح لنا هذا الباب العظيم والفعال في الرب وبأن نفوس كثيرة تتبارك من هذا البرنامج بنعمة الرب إذا شاء الرب وتأنى في مجيئه الخميس المقبل في نفس الوقت عشر ونص حيكون برنامج خاص فقط لكي نذكر معاً إحسانات الرب لكي نتذكر أفضاله علينا وأنا حابب أسمع كثير من المشاهدين حيكون حلقة مفتوحة من بدايتها حابين نسمع منكم كيف البرنامج كيف الرب من خلال البرنامج قدر يلمس حياتك يغير حياتك يكون بركة بحياتك بنعمة الرب الأسبوع المقبل الخميس المقبل حتكون حلقة خاصة بمناسبة مرور عام من إحسانات الرب علينا نردد مع المرنم ونقول كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسمة بسرعة يا حبائي لأجل الوقت أدخل في موضوع الليلة الموضوع حتى يطل له عنوان المسيحي والوطن حيطلع العنوان على الشاشة المسيحي والوطن ربما لأول وهلة العنوان يعني مش مستحب ما بنسمعوش كتير ما للمسيحية والوطن يعني شو في العلاءة آه يا حبائي لقد أسأنا فهم مسيحيتنا وبالتالي نحن لا نخدم أوطننا كما ينبغي صلاة إنه هالحلقة تشع الضوء تسلط الضوء على هذا الموضوع اللي أعتبر أنا شخصيا إنه مش معتينه حقه واللي يغرب عن أذهان الكثيرين بدءا أقول أحبائي أود أن أعرض بعض أبيات الشعر لأشخاص أحب أوطانهم وهذه الأبيات هذه الكلمات تتكلم عني أنا شخصيا وأنا متأكد أنها تتكلم عن كل شخص يحب وطنه أمير الشعراء أحمد شوقي قال قصيدته المشهورة وبيته المشهورة أحبائي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي يا سلام يا سلام كلام رائع وواحد شاعر تاني غير معروف احتاره مين اللي قال البيت بس مش مهم لك الكلمات رائعة قال بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرامه كلام رائع أما مصطفى كامل أحد ثوار الحركة الوطنية في مصر قال بلادي بلادي لك حبي وفؤادي وبي ذوي من هالكلمات اقتبس النشيد الوطني المصري من كلمات مصطفى كامل بلادي بلادي لك حبي وفؤادي لك حياتي ووجودي لك دمي لك عقلي ولساني لك لبي وجناني فأنت الحياة ولا حياة إلا بك يا مصر ورشيد أيوب يا سلام هذا الشاعر اللبناني كتب هذا البيت الرائع قصيدة رائعة لكن أقول من نبيت واحد قال له يا ثلج وهو في بياد الغربة وينظر الثلوج متساقطة قال يا ثلج قد هيجت أشجاني ذكرتني أهلي بلبناني الوطن ما أروع هذه الكلمة على مسامعنا فبسرعة نتذكر المكان الذي ولدنا فيه ونشأنا فيه وترعرعنا فيه نتذكر الترابة والأرض نتذكر الشجر والسماء القمر والشمس نتذكر أيام الطفولة البريئة ومغامرات الشباب الجريئة نتذكر الساقية الباردة والجدول الصافي والنهر العذب نتذكر التلال والجبال والساحل والبحر والشاطئ والرمال ولكننا سرعان ما نتذكر عندما نتذكر وطننا نتذكر أهالينا وأقرباءنا أصدقاءنا وأحباءنا جيراننا ورفاقنا نتذكر العم يوسف الدكنجي ونتذكر الشيخ إبراهيم اللحام وغيرهم ممن يداعبون ذاكرتنا نتذكر أيام الدراسة أيام الرفاق أيام مقاعد الدراسة أساتذتنا معلمين نتذكر حتى الذكريات المرة فنجدها حلوة لماذا؟ ببساطة لأنها كانت في أوطاننا الأديم والشاعر الكبير اللبناني إليا أبو ماضي لخص الكلام العمالي بقوله أنا بقصيدة رائعة جدا يا ما أحببتها يا ما أنشدتها يا ما حفظتها وأنا في بتذكر كان عمري عشر سنين تسع سنين حتى قصيدة وطن النجوم قال إليا أبو ماضي اخترت لكم بعض الأبيات من هذه القصيدة الرائعة الوطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا ويعود بالأخصان يبريها سيوفا أو قنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانتها هنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاختنى حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى كمعانقت روح رباك وصفقت في المنحنى فالمرء قد ينسى المسيء والمفتري والمحسنى ومرارة الفقر المذل بل ولا الذات الغنى لكن مهما سلا هيهات يسل الموطنة ولكن كما قال الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجر الرياح بما لا تشتهي السفن فهنا نحن الآن في بلاد الغربة بعيدين عن أرض الوطن وحتما تعتصر فينا جميع أنواع الأشواق والحنين إلى بلادنا فمن من سافر ترك وطنه وسافر بسبب ضيقة العيش ومن من هاجر طلبا للمغامرة لكن من من ترك الأهل خلفه لأجل لقمة العيش وكثيرون منه كثيرون منه أرغموا جبرا قهرا لا طوعية أرغموا قهرا أن يغادروا أوطانهم لكن عزيز المشاهد مهما تكون تجربتك ومهما يكون اختبارك فنحن الآن في بلاد المهجر بلاد الغربة كما يسمونها ولكن يا ترى أسأل ألم تقدم لنا هذه البلاد التي نعيش فيها الآن ألم تقدم لنا الخير والأمان والفرصة والإطمئنان ألم تعود لنا ولو الجزء اليسير مما فقدناه في بلادنا أنا أعلم أنا أعلم عزيز المشاهد أن هناك أمورا لا تعود فعندما يفقد الزوج أو الزوجة الأب أو الأم الإبن أو الإبنة الأخ أو الأخذ أنا أعلم أن هذه الأمور لا تعود لكني أؤمن أن الله وحده يستطيع أن يملأ الفراغ ويملأ القلب بالتعزية والسلوان لكن كثيرا مننا نحن العرب كثيرا مننا آثروا أن يقفوا وراء مرؤ القيس مرددين وراءه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قفا نبكي فهذا شعارنا نحن العرب ألا وهو الوقوف على الأطلال والرثاء والنحيب على الماضي والاسترسال في ذكريات الماضي واسترجاع ذكريات الماضي وأحسانها وأحسانها فتبتلعنا فتبتلعنا بآلامها وتتركنا معوقين من متابعة مسيرة الحياة عزيز المشاهد عزيز المهاجر يا من أتيت من بلادك في الشرق الأوسط الحياة لم تنتهي وها نحن ما نزال على قيد الحياة شكرا لله من كل القلب وهذا من إحسنات الرب ومراحمه علينا لقد أعطانا إلهنا المحب والصالح فرصة جديدة لكي نعيش الحياة ونحب الحياة ولكن ليس كما عشناها في بلادنا بعيدين عنه غير مكترثين به وغير عائبيين بأن نسلم له حياتنا لا الله أعطانا فرصة جديدة في هذه البلاد لا لكي نعيشها لأنفسنا وبعيدا عن الله كم من أشخاص عزيز المشاهد بليز ارجع بذاكرتك كم من أشخاص عرفناهم لم يصلوا معنا إلى بلاد المهجر وهم غير موجودين في بلادهم ولا في أي مكان آخر ماذا حدث لهم لقد فارقوا الحياة لقد فارقوا الحياة إلى غير رجعة أما نحن فها نحن هنا تدب فينا الحياة سؤال هل نحن أفضل منهم هل نحن أفضل منهم كلا بالطبع لكن الله في مطلق سلطانه ونعمته أمد لنا بعمرنا لا لكي نأتي ونعيش الدنيا بطولها وعرضها ونكدح ونتعب من صباحها إلى ليلها غير مهتمين بأن نسلم له حياتنا لكنه أتى بنا إلى هنا عزيز المشاهد سواء إلى أمريكا ولا كندا ولا المكسيك ولا بورتوريكو ولا أوروبا ولا نيوزيلاندا ولا أستراليا أتى بنا لماذا؟ لكي تنفتح أعيوننا فنرى صلاح قلبه نرى نعمته ونستشعر محبته لنا التي بانت أعظم ما بانت في صليب ابنه لما بذله لأجلنا مائتاً على الصليب لأجل خطايانا فتنكسر فينا قلوبنا على ذنوبنا وخطايانا وننكسر عند صليبه مسلمين له القلب والحياة ونعيش له ما تبقى من عمر حتى وإن كنا في بلاد الغربة نعيش له ونكرمه ونخدمه وإلى أن نلقاه عن مقريب اسمع ماذا قال الرسول بولوس في أعمال 17 قال هذه الكلمات أن الله صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم أنت تعيش الآن هنا في هذا البلد الله حتم هذا الأمر في فترة معينة حتم لك أن تكون في مصر في لبنان في العراق في سوريا في الأردن في أي مكان لكن الآن شاءت مشيئة الله أن توجد في هذا المكان الذي أنت فيه اقبل هذا الأمر من يد الله لماذا؟ لماذا؟ لكي يطلبوا الله يا سلام يا سلام الله يسمح لنا بأن نترك أوطاننا ونأتي إلى أوطان أخرى لكي يطلب الله لكي نطلب الله يا أحبائي لعلهم يتلمسونه يعني كأننا نحن ماشيين هيك عميان نتلمس في الظلام لكن هو موجود هو عن كل واحد مننا ليس ببعيد يا أحبائي يقول يتلمسونه فيجيدونه مع أنه عن كل واحد مننا ليس بعيداً لأننا بكل بساطة به نحيا ونتحرك ونوجد أنا شخصياً أعزائي المشاهدين مثال حي أنا إسماعيل نمر شخصياً مثال حي للكلام اللي عم أقوله أنا أحب وطني لبنان كثيراً مع أني يا أحبائي لم يكن لي الفرصة الكافية لكي أخدم وطني منذ فتحت عيناي على الدنا وفتحت عيناي على لبنان إلى أن تركته لم أرى فيه إلا الحرب والبؤس والقتل والدمار حتى أصدقائي ماتوا أمام عيني لكن أحب لبنان كثيراً وكم أتمنى أن أرجع إلى وطني لأخدم هذه هي أمنيات قلبي أن أرجع إلى لبنان وأخدم وطني لبنان أخدم أهلي في لبنان أخدم شعبي أخدم ناسي جيراني أصدقائي أصدقائي الناس الذين هم مصورون على صورة الله أخدم الله فيهم أحب المسيح فيهم أنقل لهم شيئاً عن محبة المسيح وفداء المسيح ونعمة المسيح ومحبة المسيح لقد عشت الآن في بلاد المهجر أكثر مما عشت في وطني لبنان فأنا أحب لبنان كثيراً ولكن أحب أيضاً أمريكا كثيراً فمن ناحية أنا لا أتنكر لوطني الأم ولكن من الناحية الأخرى عندما عجز وطني لبنان لا لعيب فيه لا لعيب فيه وطني لبنان الحبيب عندما عجز لا لعيب في وطني لكن بسبب الكراهية والضغين المقيطة والأنانية الرهيبة عندما عجز عن أن يحميني ويقدم لي حريتي ويضمن لي مستقبلي أمريكا فتحت لي بابها وقدمت لي ما هو أعظم أعظم من الحماية الزمنية والحرية الجسدية والذهنية وفرصة المستقبل لقد وجدت المسيحة في أمريكا مخلصاً شخصياً لي أحبائي أنا أحب أمريكا أمريكا صارت الآن وطني نعم لبنان وطني الأم لكن أمريكا وطني أيضاً ليس بسبب أحب أمريكا ليس بسبب سياستها ولا بسبب اقتصادها ولا حتى صدقني بسبب حريتها لكني أحبها بناسها بأشخاصها بسكانها أحبها برفاقي في العمل أصدقائي الذين ربطتني بهم صداقة عشرين ثلاثة وعشرين سنة يمكن أشخاص أحبائي من مختلف الخلفيات والجنسيات أمريكا أفريكا أمريكا مكسيكا عرب مصريين عراقيين كلدانيين من جميع الملل والطوائف أحبهم أحبهم وأحب الله فيهم وأشعر بأني مدين لهؤلاء الناس جميعا بأن أصل إليهم وأخبرهم عن حبيبي حبيبي الرب يسوع الذي جلبني إلى أمريكا والذي جذبني إليه في أمريكا والذي وجدني في أمريكا نعم نحن لا ننتظر أن بلادنا تقدم لنا لكن نحن الذين نقدم لبلادنا نعم هذا أمر مفروغ منه الكلام لكني أخاف أننا نسينا أن الوطن هو الشعب والشعب هو الناس والناس هم الأشخاص الذين نحتك بهم على صعيد يومي في العمل في الشارع على مقاعد الدراسة في المنتزهات في العيادات في المولات في الشاب المولز في البلازاز أحباء غاية من وراء هذا الكلام الطويل أن الوطن الذي نحن فيه الآن الوطن الذي تعيش فيه الآن عزيز المشاهد صار وطنك الأرضي والذي شئنا أم أبينا صرنا في علاقة معه والذي نحن مسؤولون تجاهه أما عن العلاقة مع الوطن فهي تتلخص في أمرين مهمين أولا أحترم قوانين الوطن الذي أعيش فيه وأخضع لها وأتبعها بكل حب ورضا واحترام أما ثانيا أن أقبل الناس الذين يعيشون معي المقيمين حولي في هذا الوطن الفسيح على الرغم من اختلافي عنهم في الشكل في اللون في اللباس في العقيدة في الدين في الطعام في التفكير إلى ما هنالك أقبلهم أحبهم في هذه الحلقة عزيز المشاهدين سوف أخصص الحديث فقط عن علاقة بوطني من خلال احترامي لقوانينه وخضوعي لها واتباعي لها ومشاركة الوجدانية والفعلية في دفع هذا الوطن نحو الأمام في طلب السلام لهذا البلد الذي صار الآن بلدي والذي أنا مسؤول أمام الله وحأثبت هذا الكلام من كلمة الله أحبائي أنا الآن مسؤول أمام الله تجاه أمريكا أمام الله أن أساهم في تقدم وتطور هذا البلد ونموه اسمع تقدمه وتطوره ونموه الروحي الروحي والأخلاقي أولا والاجتماعي ثانيا لذا سوف أتوقف عند بعض الأسئلة المهمة التي راودتني في هذه الفترة المهمة والتي تمر فيها أمريكا أية فترة فترة الانتخابات الرئاسية نحن بنعرف أنه بست شهر يوم الثلاثاء المقبل في ست نوفمبر سوف تتم الانتخابات الفوتينج وسوف ينتخب الرئيس الأمريكي والتي بمجيبها سوف تتحدد اسم عزيزي المشاهد معالم مستقبل أمريكا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والصحي وإلى ما هناك لكن أعتقد أنا شخصيا أن نتائج الانتخابات سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على العالم من حولنا بصورة واضحة ومهمة جدا من بعض هذه الأسئلة التي خطرت على بالي أولا يا ترى ما هو موقفي كمسيحي تجاه وطنه ما هو موقف المسيح الحقيقي تجاه وطنه ما هو موقف المسيح الحقيقي تجاه القوانين قوانين البلد التي أعيش فيها ما هو موقفي يا ترى ما هو الدور المسيحي الحقيقي في الانتخابات هل يصوت أم لا يصوت يقترع أم لا يقترع وإذا صوت أو اقترع فما هي الأمور التي يجب أن يبحث عنها في المرشحين وكيف كمسيحي أساهم في إعمار الوطن الذي أعيش فيه ما هي وصية الكتاب المقدس لنا عندما يأتي الحديث عن علاقتنا بالدولة هل يترى ينظم الكتاب المقدس هذا الأمر الهام لحياتنا هذه الأسئلة وغيرها عزيز المشاهد سوف تكون غرض نقاشنا في هذه الحلقة من برنامجكم أن تتسأل والكتاب يجيب تحت عنوان المسيحي والوطن المسيحي والوطن عودتكم أحبائي على سؤال للحلقة أنا حابب أحط السؤال لكن أنا حابب أسمع منكم أحبائي مش بس إجابتكم لكن أيضا إذا عنكم أسئلة نحن نحب أن نسمع منكم يا أحبائي أسئلتكم، مداخلاتكم، تعليقاتكم في هذا الموضوع المهم والذي لم نعطيه حقه كمسيحيين عرب أنا أعترف أننا لم نعطي هذا الموضوع حقه كما ينبغي سؤال الحلقة سيطلع على شاشة قدامك عزيز المشاهد كيف أساهم كمسيحي في تقدم وطني؟ يا ترى أنا إنسان مسيحي لي علاقة مع الله؟ يا ترى ما هو حق وطني علي؟ كيف أساهم في بناء وطني، في تقدم وطني، في تطور وطني روحيا؟ نحن نتكلم روحيا واخلاقيا واجتماعيا كمكان لكي يصبح وطني كمكان أفضل للعيش كبيئة صالحة لكي أربي فيها أولادي كحقل مثمر أخدم فيه الرب يسوع حبيب قلبي أما بداية عزائي المشاهدين أنا حابب أسمع منكم بعد ما نطلع على الفاصل بعد شوي أنا حابب أسمع تعليقاتكم، أسئلتكم، إجاباتكم في هذا الأمر المهم بداية أقولي أحبائي أن المسيح الحقيقي ليس له هنا مدينة باقية نعم الكتاب يعلمنا لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا ننتظر العتيدة أو نطلب العتيدة ونعم نحن نبتغي وطنا أفضل أي سماويا ونرنم مع المرنم ونقول أنا لست إلا غريبا هنا فإن السمى موطني أرى الأرض ليست سوى بل قعن فدار العلا موطني لكن هذا لا يعني أبدا أني أتخلى عن وطني الأرض هنا بل بالعكس هذا يجعلني أكون مواطنا صالحا أحترم وطني أطبق قوانينه احتراما له خضوعا للقوانين وحبا به لأجل سلامتي وسلامة أحبائي والناس من حولي قبل أن أجيب عن هذه الأسئلة عزيزي المشاهدين أنا أود أن أتوقف قليلا عند حياة حبيب قلبي الرب يسوع لما كان هنا في الجسد على الأرض كيف أرى لكي أرى معكم سيدي وحبيبي الرب يسوع له كل المجد الذي لما كان هنا في الجسد كيف تعامل مع قوانين البلاد كيف تعامل مع الريجليشنز تبعة الحكومة حتى وإن كانت دولة مستعمرة كروما كالدولة الرومانية التي كانت تستعمر أرض كنعان أرض إسرائيل في ذلك الوقت لذلك أعزائي المشاهدين هذا تقريبا اللي حيكون النمط اللي حنيمش عليها في البرنامج أنا حاطل على الفاصل وأحابب بعد الفاصل أنه نفتح الخطوط واسمع منكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع المهم المسيحي والوطن أحبائي كيف أساهم كمسيحي في نمو بلدي في نمو بوطني تقدم وطني كيف أخدم وطني وكيف أتمم مشيئة الله لي أنا شخصيا في علاقتي مع وطني مع ناس الناس الذين يعيشون في هذا الوطن أعزائي المشاهدين رح نطلع الفاصل وسوف نرجع بعد هذا الفاصل بقليل فابقوا معي قريباً جداً على شاشة الآرامية مجموعة برامج مسجلة من إنتاج الفضائية الآرامية وكذلك برامج من إنتاج خدمات أخرى مباركة كخدمات الراحل إيميل قطرس الأب باسيليوس الأخ عاد العبد الملات الدكتور حليم حصب الله الأخ إرمية جندي الدكتور إلكس حنة الدكتور فريد زكي وبرامج أخرى بالإضافة إلى برامج حية مباشرة كل هذا وأكثر على شاشة الآرامية أعزائي المشاهدين أن انتشار كلمة الرب من خلال الآرامية يحتاج إلى تلعي مكان الخدمة يمكنك المساهمة في دعم إنتاج الآرامية المتميز عن طريق زيارة موقع الآرامية www.abinside.com أما إذا كنت من الساكنين في كندا يمكنك أيضا كتابة شيء باسم GNTCA وإرساله على العنوان التالي مع ملاحظة الكتابة في خانة المومو ABN والرب يبارك حياتكم باقة برامج الآرامية عزيز المشاهد قناة الآرامية تعمل على أن تغني مشاهديها الكرام بباقة كبيرة من البرامج الإسبوعية الثابتة والمباشرة على الهواء بالإضافة إلى مجموعة البرامج الإسبوعية الأخرى غير الثابتة أمثال برنامج خبر والتعليق مع المرنم خبر ورسالة جهاد إكسبوز والعديد من البرامج الدينية والسياسية كل هذا وأكثر على خضاء الآرامية فابقوا معنا أحبائي مرتاني برحب فيكم ترحيب قلبي وحار وبرحب فيكم في برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب عنواني للحلقة اليوم أنت المسيحي والوطن سؤال الحلقة يلي حابب اسمع كثير منكم عزيزي المشاهدين كيف أساهم كمسيحي في بناء وطني في التقدم وطني روحيا أخلاقيا كيف يعني الرب يستخدمني أن أكون مواطنا صالحا ومن خلالي الرب يستخدمني لكي أجعل وطني مكان رائع للعيش فرصة رائعة لأولادي لكي ينمو ويتربو في هذا المكان وكيف أحبائي يكون حق الخدمة حق المثمر لكي أخدم المسيح أنا حابب بذكر أعزائي المشاهدين أنه البرنامج أنت تسأل والكتاب يجيب يعاد الإعادة كل يوم أحد الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك الإعادة كل يوم أحد الساعة الثمانة مساء بتوقيت نيويورك كمان بعد 24 ساعة بتلاقوا الحلقة موجودة على اليوتيوب بس اطبع بالعربي أنت تسأل والكتاب يجيب بتلاقي البرنامج فيك تضيف صفحتي الفيسبوك إسماعيل نمر فيك تطلع تشوفها على الفيسبوك كمان أو فيك تطلع على موقع الأرمية abnsat.com وفيك تروع على الفيديو جالوريز على أنت تسأل والكتاب يجيب كمان تشوف الحلقة بحب أذكر أعزائي المشاهدين اللي ما كانوا معنا من بداية الحلقة أنه اليوم نحنا بنعمة الرب صرنا سنة على الهواء بهذه المناسبة مناسبة مرور سنة للبرنامج برنامج أنت تسأل والكتاب يجيب على الهواء بنعمة الرب رح نعمل حلقة خاصة الأسبوع المقبل إذا شاء الرب وعشنا وانتألنا في مجيئه ساعة عشر ونص بنفس الوقت هنعمل حلقة خاصة هتكون مجرد أنه هنسمع منكم عزيزي المشاهدين يلي ما سمعنا منهم واللي ما اتصلوا فينا قبل بمرة نحنا حابين نسمع منكم بس حابين تطلعوا وتقولوا كيف الله استخدم البرنامج لحتى يكون بركة في حياتكم كيف كان الرب عمالي بيستخدم الحلقات والمواضيع لتقربك من المسيح أكثر لكي تدخل في علاقة مع المسيح تنتقل من الموت إلى الحياة هذا اللي حابين نسمع منكم إذا الله راد الأسبوع المقبل طيب أنا حبلش هلأ حبتدي أخذ اتصالاتكم معي الإخت سيهام أهلا وسهلا تفضل إخت سيهام سهل خير مساء نور شونك أخي سماعيل نشكر رب كيفك أنت الله يخليك مشتاقي لك زيارتك إلى أدنى المنزر أهلا ربي باركك يا أخي سيهام الله يخليك الرب يقويك إن شاء الله ينتك صحة وعافية شكرا يا أخي سيهام تفضلي الله يخليك أنا أمريتا آه أوكي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أمريتا تفضلي أهلا وسهلا أمريتا تفضلي الله يحفظك الله يطول عمرك تانكيو تانكيو تفضلي نعم عندك سؤال أو عندك إجابة للسؤال عندك تعليق على الموضوع أحنا بهاي الدينة كلتا على الأرض إحنا مفرحانين نعم أمريد وطننا الأصلي هو السماء أدي أسوع مظبوط طب بس المسيح تركنا هون وحطنا مثلا حضرتك بكندا أنا بأمريكا غيري بأماكن شأكيد نحن كنا بنفضل نكون بالعراق وبلبنان لكن غصبا عنا غصبا عنا طلعنا بره بلادنا أرغمنا طب هلأ نحن عم نعيش في بلاد مش بلادنا هل بننضل نعاملة يعني كأنه بلاد يعني مقيتة لنحبها مع أنه عم تقدمنا كل الخير مظبوط ولا لا يا أختي سيهام نعم نعم لأن هالساعتين نحن ما دام عايشين هو صار وطننا نخدمه مثل ما يعني عفنا وطننا جينا هذا وطننا الثاني نعم الله يخليك وطننا الأصلي هو بأحضان يسوع قربان اسمه آمين آمين يا رب الله يخليك طيب يأخذ سيهام إن شاء الله بنشوفكم عن قريب سلم كثير على الكل والربي باركون شكرا طيب أنا معي كمان اتصال أخي ساموئيل تفضل أنت على الهواء مرحبا أخي اسماعيل يا أهلا وسهلا يعني بناسك بصلاة أمالتي دامنا صلي لك يا حبيبي أنا كتير بشكر رب من أجلك يا أخي ساموئيل وقداش بشكر رب وبفرح لما بعرف أنه في أشخاص بيصلوا من أجلي لأنه بحاجي لصلاة كتير يا أخي ساموئيل شكرا تفضل شكرا حبيبي شكرا حبيبي شكرا لك شكرا لك أخي اسماعيل أول شي لازم عنا نصلي في سبيل وطننا معطل عنا نعيش بالأمريكا لازم نصلي أول شي ثاني شي هسا يعني انتخابات فيه يعني يسوع يقول يعني قلب الملوك بيد اليسوع خليه هو يتصرف بهم يا سلام نعم حلو هذا سؤالي شكرا حبيبي أنا كتير كتير بشكرا شكرا حبيبي دايت أنطي دايت أنطي يعني على مشاهدين أخرى يعني حتى يتللون يتصلون حبيبي شكرا بتحب تعطي فرصة للمشاهدين أن يتصلوا شكرا كتير يا أخي ساموئيل شكرا وأنا بأدرك كصديق للبرنامج وشكرا كتير لأجل صلواتك والمداخل الحلوي اللي حعلق عليها شكرا كتير كمان معي أم فرانك أهلا وسائل أم فرانك تعال هوا علي صوتك أم فرانك مش عم بسمع سوري مساء الخير أخي سماعيل مساء النور هكي أحسن سنة مباركة على الجميع وعلى أهل البرنامج شكرا نشكرك هو برنامج آني بالنسبة إلي أحب برنامج عندي ربي باركك إيه أشكرك أمين نشكرك 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 بلادنا لكن أرغمنا أنه نترك بلادنا أرغمنا ويجينا لهون عفوا نعم فبقى إيجينا لهون وصارت هالبلاد اللي عم نعيش فيها صارت هاي أوطاننا يعني أنا بعتبرها هاي وطن التاني بعد لبنان هاي هي أوطاننا ونشكر الله ونشكر حكومة أمريكا لازم نطلب لها البركة لأن قامت بواديباتنا أحسن من أوطاننا أوطاننا مش لعجز فيها للأسف بسبب أشخاص استغلوها استغلوها بينما أوطاننا ما شو الوطن يا أختي إمي فرانك الوطن نحن الشعب مظبوط ولا لا شو اللي بيعمل الوطن يعني الوطن هو التراب والجبال شي أكيد نحن بنتغنى فيها لكن الوطن هو الناس الشعب نحن الشعب نتغدى به نأخذ الهوى من أندا ننفذ به نكبر به نتعلم به أحلى منا معكم من الوطن آمين 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 يعني أوطاننا إلها حق علينا مظبوط يعني نحن عندنا مسؤولية تجاه الوطن اللي عم نعيش فيه آمين كل شيء هو المسيح أوطاننا أن نكون مخلصين مع الرؤساء ومصيح القوانين ونمشي عدد نعم نعم كتير كتير أنا بشكرك يا أمي فرانك لأجل اتصالك وكوني معنا إذا الله راد وتأنى في مجيئه الأسبوع المقبل سنعمل حلقة خاصة عن البرنامج بمناسبة مرور سنة للبرنامج على الهوى شكرا كتير يا أمي فرانك كمان معي أمسعد أهلا وسهلا أمسعد أنت على الهوى تفضلي مرحبا أستاذ إسماعيل يا أهلا وسهلا يا أمسعد كيف صح حدك طالي شهرين من خبرتك ما عم بدي إلك بدي إلك زمان يا أمسعد ما حكيتي معنا إيه والله من زمان زعلاني لا لا إيه شوية زعلاني من زعلاني مني مو مشكلة لا ليش أزعل من عندك ما أزعل منك لا إن شاء الله ما حدا يزعلك يا أمسعد بنا إياكي بنا إياكي دايما بنا إياكي دايما فرحاني بالرب تفضلي شكرا عزيزي شكرا شكرا الله يطول عمرك كل عام أنت بخير كل عام أنت البرنامج بخير أمين وكل العاملين أمين الله يطول عمرك شكرا 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 على هذا السؤال نعم تفضل إذا كنا هون بكندا وامريكا يقول يا غريب تكون أديب نحن نكون محافظين على الكندا يا سلام كل واحد يكون كل غريب يكون أديب لحن نتحافظ على الوطن مالتك يا سلام الوطن أنت وين ما كان إلى أمريكا تحافظ على الوطن تحافظ الكندا الحراق نحافظ على الوطن مالتنا وين ما كان نجم نحافظ نتطلح لأولادنا التربية الصالحة تربية الصالحة تكون نحلمهم أمان المحافظة الوطن أي وطن كان وطن الأم وطن الثاني لازم نحافظ عليه يا أبي أتماعي نعم، نعم، رائع، كلام رائع لازم نحافظ الكل، لازم نحافظ القوانين، لازم نشون قانونكم بأمريكو بكنيدي لازم نحن نستحملها لازم، لازم على عينة وعن رأسنا يعني امسعد امسعد، يعني القوانين، القوانين محطوطة مش لحمايتنا و لصالحنا لما بنطبق القوانين، نحن اللي حنستفاد مظبوط ولا لا طبعاً، طبعاً، هي على حمايتنا طبعاً، طبعاً هلأ في عنا انتخابات في عنا انتخابات نحن ببلادنا، يعني للأسف كنا بالأسم يعني ننتخب أو شيء لكن هوني في انتخابات وفي نزاهة وفي حرية لكن في حرية، نعم، صاح طبعاً، امسعد، أنا بسألك يعني أنت يعني بنتعلم منك لأنك أنت أكبر مننا ومثل والدتنا طيب لما الواحد شكراً طب لما الواحد بده ينتخب شو الشروط اللي لازم تتوافر في الشخص اللي أنا بد انتخبه شو الشروط؟ نعم، يقول لي حسن نعم صحيح يعني أنا صحيح، عندها جنسية صحيح، عندها جنسية، عندها جواز لازم ينتخب طيب، عال، سؤال سؤال، أنا مين انتخب؟ طب بلك واحد يطلع بيقول لي لا، أنا بدي أقتل الأولاد وأنا بدي وأنا مع زواج المثل الهوموساكشوال نعم، يعني أقول لك من تنتخب؟ عفواً؟ نعم، تريد انتخب منه لا تنتخب أمام، انتخب هذا اللاق رامني محبش اسمه أنا مش هقول الجمهوري، الجمهوري اه، ام سعد أنا مش هقول أوباما ولا هقول شي اسمه رامني لكن أنا هقول الجمهوري، الجمهوري طيب، لا طب أنا هعطي هعطي يعني سلسلة مواصفات للشخص اللي لازم ننتخبه واللي الرب بدينا أن ننتخب طب شكرا كتير يا أم سعد ربي باركي أختي بنت الفيحاء أهلا وسهلا وبيشتغل من كل قلبه يعني نحنا مسيحيين معروفين أنه مخلصين ببلادنا وأي مكان نروح يعني نكون مؤمنين نحنا هم مخلصين إلى بلادنا والناس بتحكي عنا بتقول هاي زول يعني هني مخلصين وإذا عندهم شغلة صعبة بيجوا بيجوا على أحد من عندنا نحنا المسيحيين نعم ونحنا من قوم بواجبون وكل شي هايزي بتبين أنه نحنا المسيحيين يعني في ناس صار شي نفسير بس نحنا يعني تقريبا عامة بنكون نحب وطننا ونحب يعني نمشي بأمر الله ونحنا عنا بالإنجيرة صور موجود أنه نحنا لازم نصلي لرأسائنا يا سلام صور موجود يعني يا سلام نحنا نحنا الكتاب الموجود فيها فيش موجود بدون المكان نعم موجود يأنه نصلي له نحطه الله ينور عقلهم ويشتغلوا لطالح الناس هالكلام هذا أختي بنت الفيحاء موجود بس بالكتاب المقدس مش موجود بمكان تاني أنه نصلي لأجل رؤسائنا ونصلي لأجل القواد اللي في بلادنا حنقراها لأيات الرائعة تفضلي نعم والله يعني ننورنا نحنا الله مننورنا ونحنا ما بنعمل الغلط نستحي لأننا مسيحيين نحنا أصليين ببلاد اللي نحنا عشنا فيها بلدين ما بيحلفونا بيقولوا أنتوا صادقين والحمد لله والشكر يعني على نعمة الله لأننا مسيحيين ونعرف الله ونعرف ضميرنا وما بنعمل الغلط نكون قدوة للآخرين أمين يعني أنت عم تقولي كلامي أخت بنت الفيحاء رائع يعني نشكر الله أنه مسيحيين أنا مش لأني ولت بعيلي مسيحي صرت مسيحي بس لأنه بلد المسيح ربه مخلص لحياتي هلأ صرت مسيحي وهلأ بدي أثبت للعالم من حولي أنه أنا مسيحي بيتبع المسيح بحبي للناس بتفانيه لوطني وخدمتي لوطن مظبوط؟ هوي هيك هوي أنت هيك عم تعمل يعني وزيادة كمان الله يباكك نحنا مبسوطين فيك عم تعمل أنت يعني مثل ما المسيح بده وزيادة كمان يعني أنت نصرح المسيح نصرح قلب المسيح أنت كتير يا رب والمسيح بيرعاك وبيكون معك على طول سديني مقصرين كتير يا أختي بنت الفيهاء نحنا مقصرين كتير نحنا بني آدم بني آدم يا أختي نحنا مقصرين كتير الله اللي عم تعمله اللي عم تعمله كتير مني نعم والرب هو اللي هو اللي فتح الباب هو اللي أعطى النعمة هو اللي بيعطي الكلام هو اللي بيعطي المسحة كله منه فبقى هو واحده اللي بياخد كل الفضل يا أختي بنت الفيهاء شكراً لأيليك طبعاً أنت لازم لأن تعرف يعني سمعان شاء قول يعني عداش تضل وحتى المسيح يعني يرجعوا نعم وعملوا عرف عنده قوي انتوا بيعرف الله عندكم قوي وعندكم اسلوب وعندكم ايمان وكل شي يعني اعملنا بالله ويعني انتوا كتير انا بشكر ربي من شاء نكون شكرا كتير يا غتي بنت الفيحاء القوي منه والامام منه وكله منه ونحن بنشكره كتير يعني يعني بنشكره انه بيتنعم علينا بيتفضل انه يستخدم وناس نظيرنا لا النا ولا علينا صدقيني لكن لكي يكون فضل القوة لله لا منا شكرا كتير يا ماما بنت الفيحاء الرب يباركك عزيزي المشاهدين بانتظار اتصالاتكم الخطوط بعدها مفتوحة انا حابب بس علق على الاتصالات الرائعة اللي اجتني اختي سهام نحن كتير فرحانين انه انتوا عم بتتابع البرنامج عم بتقول اختي انه نحن ما زالنا هون نحن مش فرحانين انا معك ما فيه شي بيفرح بهالدني لكن فيه شي واحد بيفرح انه الرب معنا وانه الرب خلصنا مزبوط فبقى شكرا لله من كل القلب يلي بيخلصوا المسيح يعني الخصي الحبشي كان حزين لكن لما خلصوا المسيح مضى في طريقه فرحا نعم وان كان لا يوجد هناك امور تفرحنا هنا في الارض لكن فرحنا في الرب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا نعم وطن الاصل فوق السماء لكن الى ان تأتي تلك اللحظة التي سيأتي ربنا يسوع ويأخذنا اليه يأخذنا معه الى بيت الاب نحن متركون هنا لكي نكون بركة لاوطاننا شكرا كتير يا اختي سيهام اخ ساموئيل انا كتير بشكرك لعجل انك ضربت ضربي صائبي رائعة ماذا كيف اساهم كمسيحي في تطور بلدي في تطور وبناء وطني روحيا هو ان اصلي لاجل وطن احبائي يا من تسمعونني نحن نصلي لاجل بلادنا في الشرق الاوسط وبحاجة ان نصلي كل يوم لاجل اخوتنا واهلين الذين ما يزالوا في الشرق الاوسط لكن من من يصلي لاجل البلاد التي نعيش فيها هعطيك دليل كتابي الله يأمر ان نصلي لاجل البلاد التي نعيش فيها اليوم التي سبينا اليها التي تغربنا اليها عشان هيك بشكرة كتير اخ ساموئيل ان نصلي لاجل البلد اللي نحن فيه بعدها زكرنا باي رائعة من سفر الامثال قلب الملك في يد الله كجداو المياه يحركه او يميله كما يشاء انه ماه بغض النظر من حيطلع على من حيربح مستر اوباما والله مستر رامني اللي الرب حيسمح ان يكون موجود في في الكرسي كرسي الحكم لمدة اربع سنوات اذا شاء الرب عشنا حيكون هذا بمشيئة الله او الله اللي حيسمح بوجود هالشخص في الكرسي وهو اللي حيحركه كما يشاء وسيعمل المشيئة مثل ما نبوخة نصر مثل ما كورش مثل ما الملوك على مر العصور كانوا يصنعون مشيئة الله حتى فرعون لهذا اقمتك الله يعني في اجبر من فرعون يا احبائي في افرعا من فرعون لهذا اقمتك بيقول له الله لهذا اقمتك لكي اظهر قوتي فيك فبقى الله يا حبائي مسيطر على الظروف ما تخفوش خلي عيوننا على الرب معي اتصال كمان من الاخ جوزيف انت على الهوى اخ جوزيف اتفضل احلان مساء الخير مساء نور الله يبارككم وانا طرق عليه فكرة يعني وقت انت عم تسمى على برنامجك الملك في الصنطين وقت كان وسني نعم وقلب مسيحي نعم بقى يسوع المسيح هو هو اللي اعمل شغل بتاعه يعني وقلب المملكة البيزنطية المسيحيين بها داك الوقت نعم وبعدين امه للملك اجت بقافلة على على الادرس ودوروا على الصليب عرفت نعم بها حاجة هو يسوع المسيح هو اللي بيعامل كل الحاجات وكمان نفس الشي وقت رقاله لا 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 شاول شاول اللي كان آآ رايي عشام وبدو يآآ يختار كل المسيحيين اوليين بقى يعني على طول لازم نحن نصلي انه يا يسوع اللي تكون مشيئتك كما بسماء كذلك على الضرب امين طبا طب سؤالي سؤالي لك سيد جوزيف طب انا كآآ مسيحي حقيقي مولود من الله اللي علاءة مع الله ونلتحيات من الله انا موجود هلأ في بلد غير بلدي يعني حضرتك من سوريا انا من لبنان آآ هلأ موجود في بلاد المهجر امريكا كندا اوروبا مش مهم هذا البلد اللي انا عايش فيه شو مسؤوليتي تجاه البلد اللي عايش فيه تفضل انا انا مسؤوليتي بي آآ لازم عرف يعني الاخواتي للآآ بسمون الاستيزن انه نحن جايين من بلاد امجاد وحضارات آآ ودريع على ذلك يسوع المسيح اتم من الشرق ما اتم غير بلاد يعني واوروبا كلها تعمرت آآ من بسبب آآ آآ الديس بولوس بولوس الرسول هو اللي عمر مزبوط نعم الكنيسة الاولانية يعني نعم مزبوط عندنا ايما ولا نستصغر بحالنا يعني استصغر بحالنا ولازم نحن نكون آآ يعني الاولاد الجدد للارض الجديدة امريكا ونزرع اليمان والمحبة وعلى طول نطلب من يسوع المسيح هو بده يعني يفتح النور لكل العالم والكلمة كلمة المسيح بده تنتشر بكل العالم يعني ونحن بس لازم نكون الله عطانا حكمة انميز يعني مثلا الرؤساء بالحقب الماضي من الاربع سنين شو عملوا بالنسبة للانسانية صار اغتيالات يعني مثل بولوس رحوا قتلة في زمان مين الكنايس اللي تدمرت بشمال العراق الكنيسة اللي دمروها ببغداد وراح تحيطة ثمانين شخص بعيدا نعم شاكين الكنايس اللي عم تدمر بنيجيريا بقى لازم الانسان يتوقع ويعرف مين انه مين لانه يسوع المسيح كمان بما انك انت انت من من اعضائي يسوع المسيح لازم كمان تقرر يعني ويكون عندك فكر وحرام للانسانية انه تختار ما عجبك الرئيس اللي اول مرة اخترته او ما جربته هلا صار عندك يخين انه هذا الرئيس منيح ولا مو منيح يعني افعاله وقراراته اللي اتخذها بتخليك اذا بترجع تختاره مرة تانية ولا ما تختاره مرة تانية طيب انا كتير اعادة نظر يعني اعادة نظر شي اكيد انا كتير بشكرك حبيبي اخ جوزيف استاذ جوزيف لاجل الاتصالك اعزائي المشاهدين بعد عندي خمس دقائق انا فاتح فيها الخطوط حابب اسمع منكن قبل ما ننقل على الفاصل ونروح على القسم الاخير من البرنامج حتى يعني نشارك كلمة الله وماذا يقول الكتاب في هذا الموضوع المهم ام فرانك انا كتير بشكرك وشكرا لاجل محبتك وعمالي بتقلنا انه احلى برنامج عندك هذا كله بفضل نعمة الرب شكرا لانه شكرا يا رب لانه الرب يسوع هو اللي مبارك البرنامج وصلاتنا انه دايما ان نكرز بيسوع المسيح واياه مصلوبا وفقط عم بتقول انه اللي مخلص مع الرب حيكون مخلص مع الوطن كلام رائع جدا مش ممكن انا يكون الي علاقة شخصية مع الله وما حب وطني مش ممكن لانه الوطن مثل ما قلت احبائي هو الشعب وبالتالي عندما احب الله انا احب الناس شوفوا المسيح احبائي شوفوا الرب يسوع ما اعظمه لم يبقى في سمائه في عليائه هناك لكنه اتى اتى وقبل ان يحد المسيح كانسان ان يحد بالمسافة وبالزمن والمكان ان يولد في بيت لحم وان يتربى في الناصرة ويعيش في كفر نحوم كان الرب يسوع معروف عنه انه ناصري كان المسيح يهودي لقد ولد في اسرائيل وعاش في اسرائيل وترعرع في اسرائيل قبل المسيح ان يحد حنشوف هلأ كيف الرب يسوع كان خاضعا للقوانين التي وضعها الانسان في البلد ليش كمواطن كان الرب يسوع مواطنا رائعا مواطنا صالحا نصلي من اجل الوطن امين نصلي من اجل الشعب نصلي لاجل الحكام ليقودونا للصلاح امين نعم ليست هذه اوطاننا السماء هي وطنة نعم نحن نطلب العتيدة ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة نعم نحن لا نرضى بهذه لكننا ما زلنا هنا فنعمل ارادة الله كلام رائع جدا يا امين فرانك ام سعد انا كتير فرحان اني عم بسمع صوتك وصلاة انك ما تكوني زعلاني تكوني فرحاني دايما في الرب ولا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم وقالت لنا كلمة رائعة قالت يا غريب تكون اديب حلو كلام رائع يعني يا غريب كن مؤدب يعني اذا سمح لنا الله ان نغادر بلادنا الى بلاد الغربة ونكون فيها غرباء لانا نكون مؤدبين لكن انا بضيف يا مسيحي كون مسيحي يا مسيحي لما يسمح لك الرب يسوع انك تترك بلدك الاصل الذي ولد فيه ونشأت فيه وترعرعت فيه وسمح لك ان تأتي الى بلاد اخرى وطن اخر كون مسيحي كون مسيحي خليني شوفوا صورة المسيح فيك يا حبائي لهذا يسمح الله لنا بان نغادر بلادنا ونأتي الى بلاد اخرى ان كنا لم نتعرف على المسيح هي فرصة لكي نتعرف على المسيح كمخلص شخصي وان كنا قد نعرفه عرفنا فهذه فرصة يا حبائي لكي نعيش مسيحيتنا لكي يرانا سكان هذه البلاد لكي يمجد الله فينا هذا ما يبغيه الله مننا وقالت الوطن اينما كان مظبوط ولما بنعيش حياة صالحة وحياة خلقية رائعة بل اقول حياة مسيحية سوف نعد التربة الصالحة لتربية اولادنا كلام رائع لكن كمان اختي بنت الفيحاء شكرا كتير لاجل اتصالك ولاجل الكلام الرائع انه المسيحيين نحن باشغالنا الله بحط في قلبنا وبنشتغل من كل قلبنا كلام رائع والمسيحي لازم يكون مخلص مخلص لبلاده اول شي مخلص للمسيح ومخلص لبلاده الناس حيتكلموا عنا مظبوط كلام مظبوط نحب وطننا نصلي لاجل رؤسائنا امين ما نعمل الغلط يا رب يا رب انه لا نخطئ انه نعيش ونكون بركة ولا نكون عثرة والقوة منه والامام منه شكرا للرب انا كمان معي اتصال قبل ما نطلع على الفاصل معي الاخ سعد انت على الهوى اتفضل يا اخ سعد كيفك يا ايو الرب اهلا وسهلا يا اخ سعد زمان ما سمعتها الصوت الحلو تذكر اخر مرة قلتلك انا في وسط العاصفة وانا صليتلك والرب شاهد يعني تقريبا مش كل يوم هقول لكن افري اذر دايك انت هتجي عبالي يا اخ سعد اتفضل حكي لنا يا محبوب انا عملت قلب المفتوح وكانت عملية خطرة جدا 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 يا رب لانه كان عندي سبعة ستنس بالقلب نعم وقالله بعث لي حكيم الله يطول عمره يا رب ويحميه ويفرحه بعيده وخلصني من انياب الموت شكرا للرب بقول الكل وانا بشكر الرب من اجلك ومن اجل صلاتك لانه حتى الحكيم قال لي بدي اعرف مين بعثك لعنده يا رب قال له انا بصلي للرب كل يوم وهو بعثني لعنده امين امين شكرا وما تخذني معه فيني احكي كتير لا لا ابدا يا سعد اتفضل ما كان فيني احكي ابدا قبل وهلا يعني اليوم حتى عب بحكيك وبعجز لا ابدا الرب بيباركك ويبارك برنانجاك ويبارك الارامية وانا بقلك شغلي اتفضل عيب على كل انسان بيحمل الجنسية اللبنانية او بيحمل الجنسية الامريكية وبكون ولاءه لغير بلد هيدا بيكون بوسط الخيان العظمي انا عيب علي احمل الجنسية الامريكية وما كل يوم عبكرة لما بصلي بقل له يا رب بارك امريكا وكل من هو في منصب ولما بدي يكون انا لبناني مثل افضالك واندي الجنسية اللبنانية كمان عيب علي كما بكون كل يوم بصلي وبقل له يا رب يا رب شعار لبنان هو ارزك انت وبارك لبنان وبارك امريكا وكل من هو في منصب بقى انا هيدا اللي بيقهرني انه واحد بكون جنسيته معه وعايش بالبلد وعايش من خيراته ومن كرمه وبيجي بكون ولاءه لغيره وامرات بيلعنى وبصدع الرب يسمحنا وانا بشكرك مشان الترنيم اللي قلت مع المرنم ان السماء موطني امين ذكرتني كنت بكل مأتمن رنمه هالترنيمه وصدقني يفرح قلبنا الرب لانه فعلا نحنا موطننا فوق امين لانه ما فينا نقول الا الى اللقاء ما نقول الله يرحمه والرب يبركك يا اخي معي ويتمجد فيك ويبارك عزك وانا بشكر الرب من اجلك من اجل صلاتك والرب يقدرني كفيت بالصلاة امين شكرا كتير يا اخ سعد شكرا كتير يا اخ سعد الرب يبركك وانا هعلي على هالكلام الرائع ياللي ايجاني انا همضطرع ازائي المشاهدين ان اطلع الفاصل وبعد ما اجعم الفاصل لكي ننهي معكم هذه الحلقة من برنامجكم انت تسأل والكتاب يجيب المسيح والوطن فابقوا معا اخا رب اجعلني اشبه ابنك يسوع واجعل الاله ملكه بين الضنوع املقني من فيض السلام والودي حتى اصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني اشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا بادلا حتى دماغ مستسلما لكل امر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الاله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني اشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا والحق اسير كي اترك من حولي كي اترك من حولي كل ما اسير عترا ذكيا يملأ الدنيا عمير رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني اشبه ابنك يسوع رب اجعلني رب اجعلني اشبه ابنك يسوع رب اجعلني اشبه ابنك يسوع او اي فشل او اي فشل لكن بفيد الشكر ارجو قلبتي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني اشبه ابنك يسوع نداء عاجل إلى كل من يحث قلبه لاحظت بوضوح من خلال زيارتي الأخيرة إلى قناة الأرامية وجود احتياج شديد وماس وصارح إلى شراء ثلاثة أجهزة حديثة نظرا لأن الأجهزة السابقة والتي كانت تحمل تسجيل لعظات عدد كثير مبارك من خدام الرب وبعض المرنمين والمرنمات فقدت محتوياتها نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي لذا أوجه هذا النداء لا إلى الجميع لكني أوجهه إلى شخص واحد يشاهدني الآن إلى كل من يحث قلبه قال الرب في سفر الخروج الأصح الخامس والعشرون من كل من يحث قلبه تأخذون تقدمتي وهذه هي التقدمة التي تأخذونها ذهب وفضة ونحاس وإسمنجوني وأرجوان وقرمز إن كنت أنت هو الشخص الذي سيحث قلبك وسيلمس الرب ضميرك اتصل فورا بقناة الأرامية وكن أنت الشخص الذي يسدد هذا الاحتياج وثق أن الرب سيباركك وسيملأ الرب كل احتياجك بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع الرب يباركك آمين عزيزي المشاهدين برحب فيكم مرة تانية في برنامجكم أن تتسأل والكتاب يجيب موضوعي لهالليل المسيحي والوطن الترنيمي اللي اخترت لكم يا أحبائي رب اجعلني أشبه ابنك يسوع هي صلاة يا أحبائي كمسيحيين حقيقيين وننصلي ونقوله يا أب السماوي اجعلني أشبه ابنك يسوع يوم بعد يوم رب اجعلني مثله في ذا المسير عبدا مطيعا باذلا حتى دما مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصديبة معلنا حب الإله رب اجعلني مثله في ذا المسير للخير أسعى وأسير ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيد الشكر أرجو طلبتي رب يسوع لما أتى هنا أحبائي كان شغله الشاغل هو الناس الوطن الذي كان يعيش فيه الناس الذين كان يعيش بينهم أتى لكي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس بسرعة أنا معاش عندي وقت I'm sorry I'm out of time بشكر رب كتير لأجل جوزيف والاتصال الحلو اللي اتصلوا أنا بحب أقول لك أخي جوزيف أنه بأكد معك أنه نحن موجودين هون في بلادنا لك نزرع المحبة والإيمان نطلب من المسيح أنه ينور ينورنا وينور الناس من حولنا وأن تنتشر كلمة الله ويعطينا الرب حكمي أنه نحن عمالي بننتخب أنا بحب أقول أنه نحن جينا على البلد صحيح أنه ننقل شو في بلادنا لكن أولا وأخيرا أن ننقل المسيح وأن تفح رائحة المسيح من خلالنا أخ سعد أنا كتير سعيد أني اسمع صوتك واسمع الاختبار الرائع عملية القلب المفتوح و7 stinches في قلبك والدكتور عم بيقول لك من بعضك علي المسيح الدكتور مع كل الشطارت ويا أخ سعد محب أأكد لك أنه رب يسوع كان ماسك إيدان الدكتور والرب يسوع هو اللي أعطى الحكم للدكتور أنه يعمل العملية بنجاح وأنه نسمع صوتك اليوم ونشكر رب من أجلك أنا حابب أعلق على كلمة حلوة قاله أنه عيب اللي عنده جنسية وعايش من خير وكرم وطن هالجنسية ويكون ولاء ولا غير هالوطن أنا بيخذه وبقول عيب علي كمسيحي ماكل من خير الرب مباركني بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع عيب علي أن أعطي ولائي لوطن تاني اللي هو مملكة الشيطان عيب عيب علي عيب علي أن يقول له يا رب يسوع باركني وأنقذني من الضيئة اللي أنا فيها لكن من ناحية تاني روح وعيش بالشر والخطيئة وأعمل ما يحل لي وما بد لي وأعمل شهواتي وأطيع الشيطان عيب هذه خيانة عظمى أنا أسميها خيانة عظمى إذا كان واحد عنده جنسي إلى بلد معين وبعدين بيروح وبيعطي ولائه إلى بلد تاني بيسموها خيانة عظمى فكم وكم يكون عندما آكل خير المسيح وأعبد غيره شو باك تسميها هذه أعظم الخيانات لكن صلاتي أعزائي المشاهدين وأنا أكمل معكم هذه الحلقة أن أجيب على هذا السؤال الذي طرحته كيف أساهم كمسيحي في تقدم وطني وفي بناء وطني أنا قلت أول شي حابب أوقف عند حياة الرب يسوع بعجالة كان أتمنى أن يكون عندي الوقت كان عندي آيات حابب فرجيها لكن يا حبائي أنا بسرعة في يوم الأيام إجوا لا يطلبوا الذين يأخذون الدرهمين إجوا لبطرس وقالوا له ألا أما يوفي معلمكم الدرهمين للأسف تسرع بطرس وقال لهم بلى نعم يوفي لما دخل سبقه يسوع وقال له يا سمعان ممن يأخذوا ملوك الأرض الملوك يأخذوا الجزية من الأبناء أم من العبيد الغرباء قالوا لا شاكيد من الغرباء قالوا إذا البنون أحرار قالوا مظبوط طب ليش قلت لهم هيك غلط بطرس لكن لي ألا نعثرهم لكن لي ألا نعثرهم روح يا بطرس وأول خدس نارتك وأول بحر بتروح بتلاقي فيه سمكي أول سمكي بتطلع لك خد الإستار اللي بتمها وادفع عني وعنك مرة تانية الرب يسوع علم بمثال رائع الرب يسوع ما كانش يا حبائي مجرد يعلم لكن يا حبائي كان يعيش ما يعلمه الذي ابتدأ يسوع يعمله ويعلمه في يوم أتوا لكي يصطادوه قالوا له نحن نعلم بأنك معلم وأنك من عند الله ولا تبالي بالوجوه ولا ما بهمكش حدا طيب وبعدين قالوا له أيجوز أن نعطي جزية لقيصر علم الرب يسوع مكرهم وخبثهم قال لهم أروني معاملة الجزية فرجوني دينار أعطوه دينار حتى دينار المسيح ما كانش عنده طيب وبعدين لمن هذه الصورة لقيصر أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فبهتوا أهي يا حبائي الرب يسوع لم يأتي لكي ينقض القوانين القوانين حنشوف هي مرتبة من الله لم يأتي لينقضها لكن أتى أحبائي لكي يؤكد ما قاله سابقا لكن الرب يسوع يا سلام عليهم عندما أتى يهوذة مع الكتيبة أكثر من ستمائة جندي أحبائي أتىوا لكي يلقوا القبض على الرب يسوع في جست ماني بطرس حاول أن يتصرف بشجاعة وينقض سيده وراح جمع على عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه ماذا قال له المسيح اجعل سيفك في غمده الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون ألا تعلم أني أستطيع أن أطلب من أبي فيرسل لي أكثر من 12 جيش من الملائكة ولكن كيف تكمل الكتب رب يسوع كان مواطنا رائعا وصالحا فعندما أتوا ليلقوا القبض عليه لم يدافع عن نفسه ولم يعلم تلاميذه بالثورة ولا العنف ولا القتل أبدا رب يسوع أمام بلاطس قال له مملكتي ليست من هنا لو كانت مملكتي من هنا لكنت ترى أتباعي يجاهدون لكي لا أسلم إليك لكن الآن مملكتي ليست من هذا العالم إذن أنت ملك أنت تقول نعم الرب يسوع ملك ومملكة الآن ليست من هذا العالم فالشيطان هو الذي يملك في العالم لكن عما قريب جدا يا حبائي سوف يأتي الرب يسوع سوف يخرج من السماء وعلى اسمه وعلى فخذه اسم رب الأرباب وملك الملوك سوف يأتي لكي يملك على هذه الأرض لمدة ألف سنة بالبر وبالعدل العالم يا حبائي صلب سيدي عالم بسياسته العالم بديانته العالم بحكمته ما يؤكد هذا العلة التي وضعوها على رأسه فوق الصليب فوق رأسه على الصليب هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود كتبت في ثلاث لغات إذا بتتذكروا بالروماني وبالعبري وباليوناني ثلاث لغات كتبت علة المسيح لماذا أحبائي؟ الرومانية تتكلم عن السياسة والعبرية تكلمنا عن الديانة لغة الدين كانت في ذلك الوقت لغة الرومانية كانت لغة السياسة والحرب لغة العبرية كانت لغة الدين واللغة اليونانية كانت لغة الحكمة والثقافة فالعالم أحبائي بسياسته وبديانته وبحكمته صلبة سيدي فكيف أضع يدي في العالم؟ قد تأتي علينا أوقات فيها قوانين البلاد تتعارض مع إيماننا وشهادتنا عن المسيح فهل نخضع حينها؟ ماذا نفعل؟ هتطلع الآية على الشاشة من أعمال أربعة سفر الأعمال إصحاح أربعة عدد عشرين هنشوف الرسل لما وقفوا أمام مجمع السنهدريم أربعة أعمال أربعة عشرين أعمال أربعة عشرين لما قالوا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا يعني لو إجت الحكومة اليوم وقالتنا أخي إسماعيل أنت برنامجك على الهوى ممنوع تذكر اسم المسيح ممنوع تبشر بالمسيح بقول لهم نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا هنحبسك تفضل يا مرحبا بالسجن رح نقتلك يا مرحبا بالقتل فكيف أنكر سيدي أيضا مرة تانية في أعمال خمسة تسعة وعشرين كمان نفس الشي جابوا الرسل وقالوا لهم أنه خلص مش نحن أنا لكم ما عاش تحكوا بهذا الكلام فأجابوا وقال أجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس يا أحباي إذا فرد علينا قانون في البلاد التي نعيش فيها يضع الله خارجا يعني يتعارض مع قول الله نقول ينبغي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس أطبق القوانين أخضع للقوانين للبلاد التي أعيش فيها إلى حد عندما تتعارض هذه القوانين مع كلام الله فينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ما هي وصية الكتاب لنا بالنسبة لموقفنا من الحكومة والقوانين الآن ستطلع على الشاشة من رومي 13 رسالة رسول بولوس إلى أهل روميا يقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ليش؟ لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم ديننا هذا كلام واضح وصريح في كلمة الله بتقول لي بسيادة الرسول بولوس مش المسيح قال رسول بولوس بيقول ووصيتنا نحن الرسل هي وصية الرب والمخلص وتكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس إذن عزيز المشاهد هذه وصية الله لك أنت تعيش في بلد أنت مفروض أنك تخضع لتلك القوانين تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله وعندما نثور ونقاوم السلطان ونقاوم القانون في هذه البلاد نحن نقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون لكن ما هو موقف إزاء ما هو موقف إزاء البلد الذي أعيش في ما هي مسؤولية أحبائي تجاه البلد الذي أعيش في الوطن الذي أسكن فيه الآيات ستطلع على الشاشة تمثاوس الأولى أثنين فأطلب يقول الرسول فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصنوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك نحن ما في عنا اليوم ملوك لكن عنا رؤساء لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار طب بعدين لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يخبرون هذه مسؤولية يا عزيزي المشاهد كمسيح حقيقي هي أن أصلي لأجل وطني أصلي لأجل الرؤساء أصلي لأجل الذين هم في منصب أصلي لأجل رئيس البلدية لأجل الربريزينتب لأجل الكونغرسمان لأجل الهاوس الفربريزينتب لأجل النواب والسانت لأجل البنتاجون لأجل الرئيس مين حيختاروا اليوم؟ مين حينتخبوا؟ من هو الرئيس الذي سينتخب؟ أصلي لأجله لكي يعطيهم الرب يقودهم الرب لكي نقضي حياة مطمئنة إنها هادئة في كل تقوى وقار أحبائي متى كانت المرة الأخيرة التي صلينا فيها لأجل رؤسائنا ولأجل قوادنا يا أحبائي هذه وصية ويعلمنا الكتاب هذه الوصية أقرأ معك عزيز المشاهد أخيرا هذه الآية من بطرس الأولى إصحاح 2 عندما يقول الرسول بطرس فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب إن كان للملك فكمن هو فوق الكل أو للولاد فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكت جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطرة للشر بل كعبيد لله عبيد الله أكرموا الجميع أحبوا الإخوة خافوا الله أكرموا الملك أحبائي أفهم من هذه الكلمات أن مشيئة الله هنا هي أن أخضع لكل ترتيب بشري هذه هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير ما هو فعل الخير هنا؟ هو أن أخضع للترتيب البشري ترتيب البشري في الله قال في ملك أو في رئيس في قوانين في البلاد علي أن أخضع لهذه القوانين وعندما أخضع لها أنا أتمم مشيئة الله أنا أفعل الخير لكن هذه القوانين إن أتى عليها وقت وتعارضت مع كلام الله فهنا أقول للقوانين ستاب توقفي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ممنوع أن تتكلم بإسم المسيح لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسلم مش ممكن حنحطك في الحبس يا مرحبا بالحبس سوف نودي بك للموت يا مرحبا بالموت فكيف أنكر من أنكرني يا حبائي هذا ما يفعله ما هذا هو دور المسيح الحقيقي في البلاد أن أخضع للقوانين أن أحترمها أن أحبها أما دوري في الانتخابات يا حبائي نعم لكي علينا نحن نشكر الله لأجل البلد الذي نعيش فيه لقد أتينا من بلاد بلاد لم تتيسر لنا فرصة لكي نمارس الانتخابات بالطريقة السليمة إما بسبب نظام الحكم الدكتاتوري السائد بسبب المحاولات الغير نزيهة واستمالة الأصوات واستقطاب القوى المؤثرة على نتائج الانتخابات لكننا نعيش في بلاد حرة فيها نستطيع أن نعبر عن آرائنا ونقدر أن ننتخب الرئيس القواد النواب رؤساء البلدية ورؤساء الولايات يا ترى من ننتخب؟ من ننتخب؟ كلمة الله تعطينا الخطوط العريضة لكي تساعدنا في الانتخابات أولا هناك عدة صفات يجب أن تتوفر في هذا المرشح كنا نتمنى أن يكون مسيحيا كنا نتمنى أن يكون مسيحيا يخاف الله لكن إن لم يكن مسيحيا لكن على الأقل هل هو يخاف الله؟ هل عنده قيم أخلاقية عندما يأتي الحديث عن الزواج رجل وامرأة؟ لما بيطلع وحد بيقول لك لا أنا أوافق على زواج الرجل والرجل والورأة والمرأة كيف أن تخب هذا الشر؟ كيف؟ يحتضن شرا كيف أن تخبه؟ كيف أن تخب شخصا لا يوجد عنده قيم إنسانية؟ بيقول لك يعني الابورشن اتسوكاي يعني الإشهاد وقتل الأطفال الجنين فكيف أن تخب هذا الشخص؟ لازم يكون هذا الشخص يهتم بمصالح الشعب الداخلية من نظام اقتصادي صحي اجتماعي أخلاقي يعمل على وقف الجريمة والرذيلة وأيضا يهتم بمصلحة البلد الخارجية يا حبائي الدور الحقيقي للمؤمن المسيح الحقيقي هو الصلاة 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 نعم يا حبائي اسمع ماذا قال الله قديما لشعبه في نبوة إرميا الشعب أخذوا سبايا سبيوا إلى أرض كنعان إلى أرض بابل من أرض كنعان وبعدين قال لهم الله بعث لهم رسالة قال لهم ابن بيوتا في أرشة في بابل هكذا قال رب الجنود إرميا التسعة وعشرين هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أرشة لهم إلى بابل ابن بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها خذوا نساء ولدوا بنين وبنات خذوا لبنيكم نساء وأعطوا لبناتكم لرجال فيلدنا بنين وبنات وأكثروا هناك ولا تقلوا واطلبوا اسمع طلبوا يعني صلوا واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام لأنه هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل شايفين يا حبائي نحن مطالبون في العهد القديم وفي العهد الجديد أن نصلي لأجل سلام البلاد التي نعيش فيها نصلي لأجل الرؤساء نصلي لأجل جميع الناس أولا نصلي لهم لأجل خلاص نفوسهم لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه في اليتان لأجل الجميع هذا يا حبائي موقفي تجاه الوطني هو أن أحترم قوانينه أن أخضع لها أن أصلي لأجل وطني لكن للحديث تكملة عندما يأتي الحديث عن الناس الذين نعيش معهم في وسط هذا الوطن أحبائي المشاهدين قصد بهذا أن أثير هذا الموضوع المهم ما هذا إلا سكراتشان دي سيرفوس هذا فقط مجرد يعني لم استفيف خفيف لهذا الموضوع المهم أوطاننا تحتاج إلينا إن لم تكن مسيحيا حقيقيا ماذا تنتظر رب يسوع أتى من السماء وأنجاز لي التعبير غادر الوطن غادر الوطن مش يعني غادروا تركوا لكن نزل من وطنه نزل من السماء فكما السماوي هو السماوي هو أتى من فوق من فوق جميع السماوات قال يحنى المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع لقد أتى الرب يسوع من فوق أتى من السماء أتى إلى عالم الأرض والبلاء والشقاء أتى لماذا وكيف عاش عاش يا سلامي أحبائي لقد قبل على نفسه أن يكون خاضعا لقوانين البلاد التي عاش فيها على أنه يا أحبائي لم يسمح لقوانين البلاد أن تعارض مشيئة الله في حياته لقد أتى لكي يصنع مشيئة الله وأتم مشيئة الله في حياته وأكملها على الصليب عندما بذل نفسه حبا لله وحبا بنا لكي لا نهلك بل تكون لنا الحياة الأبدي إن كنت تأتي للمسيح الليلة تقول لي يا رب أنا كل عمري كنت عايش أفكر حالي مسيحي لكن أنا لم أتب عن خطيائي أنا لا أحب البلد الذي أعيش فيه أنا لا أساهم بشيء في هذا البلد بل بالعكس أنا عال على هذا البلد أو ربما تقول ما أجينا لهون على هذه البلاد يلا خلينا نكمل حياة الشر والخطيئة خلينا نكمل حياة العربة دي والزنا والفسق والدعارة والعيش للذات والمنذات خلينا نكمل حياة التدين خلينا نكمل حياة اللهو والعبث أو التستر أو حياة الانطوائية يا حبائي الله سمح لنا أن نأتي إلى هذه البلاد لكي نتوب ونسلم له القلب والحياة دعونا نتوب يا حبائي دعونا نتوب الله أتى بنا ليعطينا فرصة جديدة فرصة لكي نعيش له فرصة لكي يستخدمنا فرصة لكي يعيش من خلالنا ويصل للناس من حولنا هذه البلاد كانت بركة لنا لقد حملت لنا نور الإنجيل والآن أتى بنا الرب إلى هذه البلاد لكي نكون بركة لها بتصلي معي يا رب يسوع يا ابن الله الحي أشكرك أتيت بي من بلادي في الشرق الأوسط أتيت بي إلى هذه البلاد لكي تعطيني فرصة يا رب لكي أتوب عن خطيائي لكي يا رب أصل إلى نهاية نفسي وأشعر بالمرار إذا كل خطية صنعتها كل ألم جلبت لقلبك يا رب كل عيشة للأنانية كل عيشة للذاتية كل عيشة في البعد عنك سامحني يا رب سامحني أنا تايب وندمان ورجع لك بشكرك يا رب كان بإمكاني أني موت في البلاد لكن أتيت بي إلى هنا لكي تعطيني فرصة أخرى فرصة لكي لا أعيش لذاتي لكن لكي يعيش لك لكي لا أعيش لإرادة الناس لكن أعيش لك يا رب أنا موجود هون اليوم بفضل نعمتك علي يا رب ساعدني عيش لك يا رب ادخل إلى قلبي ادخل إلى قلبي غير حياتي اخفر خطيائي أرجوك يا رب بدمك الزكي الذي أريق على الصليب أعطيني حياة جديدة أعطيني عيش لك يا رب أعطيني عيش لك عيش من خلالي وأعطيني كنبركي للوطن اللي أنا فيه أعطيني خضوع للقوانين أعطيني طاعة واحترام أصلي لأجل الرؤساء والذين هم في منصب أعطيني كنبركي للناس حولي حتى لو كانوا من غير ملتي من غير معتقدي من غير جنسيتي حتى لو كانوا من غير لوني أعطيني كنبركي في حياتهم شكراً لأنه مجيئك على الأبواب وشكراً يا رب لأنك وضعتنا في هذه البلاد لكي نكون بركة ولإسمك نعطي الحمد إلى الأبد أمين عزيز المشاهد أنا سريت جداً أني التقيت معكم مرة تاني في هذه الحلقة في هذا الموضوع المهم المسيحي والوطن إعادة البرنامج ستكون يوم الأحد الساعة 8 مساء بنعمة الرب الأسبوع الجاي ستكون حلقة خاصة بمناسبة مرور سنة للبرنامج على الهوى إلى هنا أعاناً الرب أعزائي المشاهدين أنا بشكر رب الكثير لأجلكم لأجل حسن أصغائكم وربكم معكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر